تعود شاب يمتلك سيارة على القيام بتوصيل أحد جيرانه إلى عمله يومياً دون مقابل بالرغم من عدم وجود علاقة بينهما فسأله جاره هل تفعل ذلك دائماً مع كل من تقابله في طريقك وأنت ذاهب للعمل فقال له منذ أن سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له قلت سأجعله باباً لي من أبواب الخير ومنذ سنوات وأنا أواضب على هذا وسأخبرك ببركة هذا الأمر لقد نجاني الله من حوادث موت محقق وأنا أعتقد أن ذلك بفضل العمل بهذا الحديث أعجب الجار بكلام صاحب السيارة وبعد فترة فتح الله عليه واشترى سيارة جديدة واعتاد يومياً وهو ذاهب إلى عمله أن يقوم بتوصيل امرأة عجوز تبيع الجبن على الطريق وفي وقت خروجه تكون قد انتهت من بيع الجبن فيأخذ منها الوعاء ويضعه في شنطة السيارة ويوصلها إلى مبتغاها مر هذا الشاب بأزمة كبيرة كادت أن تدمر حياته حيث أقرض قريباً له مبلغاً كبيراً وبسببه استدان من صديق له على أن يسدد له ماله في نفس الموعد الذي حدده له هذا القريب وعندما جاء موعد السداد منذ أسبوع وكان في حاجة ماسة ليرد لصديقه ماله لم يجد هذا القريب وسمع من البعض أنه سافر مع أسرته لدولة أخرى فمرت الأيام على هذا الشاب وهو لا يأكل ولا ينام مستريحاً ولا يتحدث كما كان إلى أهل بيته وفي أحد الأيام لحظت العجوز أن هذا الشاب كئيب على غير العادة فسألته عما به فقال لها عندي كرب شديد يا أمي ما لم ينتهي اليوم سأضيع فتحركت العجوز للأمام ونظرت من زجاج السيارة الأمامي إلى السماء وقالت اللهم فرج كربه اليوم اليوم يا الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون هز الشاب هذا الموقف وكاد يقول لها كيف تتكلمين مع الله هكذا ولكنه تذكر سريعاً حديث النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره فانشرح صدره ونسي تماماً ما أهمه وأحزنه وعاد إلى البيت يضحك ويمزح مع زوجته فسألته بدهشة هل هناك جديد؟ فقال لها لا لكني متأكد أن الله لن يضيعني وبعد أن صلى العشاء في المسجد وهم بالخروج فوجئ بقريبه الذي عليه الدين داخل المسجد يبتسم له ويعتذر عن تأخره وبعدما خرج معاً أعطاه المبلغ كاملاً وشرح له سبب تأخره أسبوعاً عن موعد السداد فابتسم الشاب ونظر إلى السماء وهو يقول هذه بركة تعلم حديث واحد والعمل به وتعليمه فكيف بمن تعلم دينك يا الله وعمل به وعلمه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين سيدة تعشق التحف وتحرص دائماً على اقتنائها في منزلها وذات يوم جاء طفلها الصغير وهي تنظف منزلها وأسقط تحفة من الزجاج غالية الثمن على الأرض فتهشمت وتناثرت أجزاؤها فغضبت الأم كثيراً وفي ثورة غطبها دعت عليه قائلة أسقط الله عليك حجراً يكسر عظامك غضب الزوج من دعاء زوجته على ابنها وتكرها بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تدعو على أنفسكم ولا تدعو على أولادكم ولا تدعو على أموالكم لا توافق من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم حزنت الأم قليلاً ثم مر الموقف ونسيت تلك الدعوة التي ارتفعت إلى السماء وهي لا تدري حيث اعتادت الدعاء وقت الغضب ولم يكن يحدث شيء فاستهانت بدعواتها ولكن الله لم يستهم بها كبر الإبن مع إخوته وكان أحب الأبناء إلى قلب أمه وأبرهم بها وكانت تخشى عليه كثيراً وتحيطه بالرعاية والاهتمام وكان يوم تخرجه والتحاقه بالوظيفة هو يوم عيد بالنسبة لها فأخذت تبحث له عن عروس حتى تكتمل سعادتها به وبالفعل عقد قرانه على فتاة صالحة اختارتها أمه له وقبل الزفاف بأيام كان لدى أبيه عمارة قديمة يقوم بهدمها وإعادة بنائها فذهب معه لمتابعة عمل العمال هناك وأثناء ذلك غاب عن بصر أبيه لدقائق قليلة بعدها سمع العمال صراخ الابن ثم اختفى الصوت حيث وقع عليه حجر أثناء الهدن وصل العمال إليه فوجدوه غائباً عن الوعي فتم نقله للمستشفى بواسطة الإسعاف وهناك تم حجزه في العناية المركزة واتصل الأب بزوجته وأخبرها بما حدث فلم تستطع أن تنطق بكلمة أو حتى تصرخ وأعاد الله أمام عينيها تلك الساعة التي دعت فيها على ابنها وهو طفل صغير وحينما أفاقت من شرودها بكت وسقطت على الأرض مخشياً عليها وحينما أفاقت ذهبت مع أبنائها إلى المستشفى وهناك رأت ابنها وهو نائم وتخيلته يقول لها هذه دعوتك لقد استجاب الله لها فأخذت تبكي وتدعو الله قائلة يا رب اغفر لي ذنبي وارحم ولدي فأنت الكريم وكنت بنا دوما لطيفا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين فأنت الكريم وكنت بنا دوما لطيفا وقد كنت أكثر الدعاء بالشر وكان دعوتي عليه وهو صغير آخر دعوتي شر تخرج من فمي ومن يومها لم أدعو على أحد رده إلي يا الله ولا تأخذه بذنبي ولم تغادر الأم المستشفى لمدة ثلاثة أيام كانت خلالها صائمة تقيم الليل وتدعو الله بكل إخلاص وبعد الأيام الثلاثة أفاق الإبن ووجد أمه نائمة أمامه فقام بإيقاظها واحتضانها فلم تصدق ما ترى وأخذ التبكي وهي ساجدة لدقائق وحمدت الله كثيرا الذي استجاب لدعائها وأعاد إليها أغلى أبنائها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون يحكي مالك بن دينار قصته قائلا بدأت حياتي وأنا في قمة الضياع كنت عاصيا سكيرا حتى أصبح الناس يتحاشون التعامل معي من شدة ظلمي ومعصيتي وفي يوم من الأيام اشتقت إلى الاستقرار ففكرت أن أتزوج ويكون لدي أطفال وبالفعل تزوجت ورزقني الله بطفلة سميتها فاطمة كنت أحبها حبا كبيرا وعندما بلغت فاطمة عامها الثاني كانت عندما تجدني أمسك كأسا من الخمر أجدها تقترب مني وتزيحه بيدها بعيدا عني وعندما بلغت فاطمة ثلاث سنوات ماتت فانقلبت أسوأ مما كنت فلم يكن لدي وقتها الصبر الذي عند المؤمنين حتى أقوى على البلاء وأتحمل الشدائط فتلاعب بالشيطان وأعادني أسوأ مما كنت وفي يوم جاءني الشيطان ووسوس لي أن أسكر في هذا اليوم سكرة ما سكرت مثلها من قبل فظللت طوال الليل أشرب وأشرب فرأيت الأحلام تتوالى علي حتى رأيت تلك الرؤية لقد رأيتني يوم القيامة وقد أظلمت الشمس وتحولت البحار إلى نار وزلزلت الأرض ثم رأيت ثعبانا كبيرا قويا يجري نحوي فاتحا فمه فأخذت أجري من شدة خوفي حتى وجدت رجلا عجوزا ضعيفا قلت في رعب أرجوك أنقذني من هذا الثعبان فقال العجوز يا بني أنا ضعيف لا أستطيع ولكن أركض بأسرع ما عندك في هذه الناحية لعلك تنجو فأخذت أجري حيث أخبرني والثعبان يجري خلفي حتى وجدت النار أمامي فعدت مسرعا والثعبان يتبعني عدت إلى الرجل واستحلفته بالله أن ينقذني فبكى الرجل ليحالي وقال اجري نحو هذا الجبل لعلك تنجو فبدأت أجري نحوه والثعبان خلفي حتى رأيت على الجبل أطفالا صغارا سمعتهم ينادون يا فاطمة أنقذي أباكي فجاءت تنقذني من هذا الموقف العظيم فأخذتني بيدها اليمنى ودفعت الثعبان بيدها اليسرى ثم جلست في حجري كما كانت تفعل في حياتها وقالت لي ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فقلت لها يا بنيتي أخبريني ما هذا الثعبان الرهيب فقالت فاطمة يا أبي هذا عملك السيء وذنوبك أنت جعلتها تكبر حتى كادت أن تبتلعك وهذا الرجل الضعيف الذي كان يحاول مساعدتك هو عملك الصالح أنت أضعفته في حياتك حتى بكى لحالك ولا يستطيع أن ينقذك ولولا أنك أنجبتني ومت وأنا صغيرة لما كان هناك شيء ينفعك فاستيقظت من نومي وأنا أصرخ قد آن يا رب قد آن يا رب فاختسلت وخرجت لصلاة الفجر أريد التوبة والعودة إلى الله فدخلت المسجد فإذا بالإمام يقرأ نفس الآية ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ذلك هو مالك بن دينار ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون